بعد إن شاء الله أربعة أيام تبتنته علينا الجوزة يا شباب ويدخل علينا المرزم والمرزم هو اللي يسمى الشعرة اليمنية ويش يقولون يا دكتور عيد بشعرة العرب الله سبحانه وتعالى قال وهو رب الشعرة لأنهم العرب كانوا يقدسون الشعرة اليمنية وهي موجودة عند كثير من الشعوب منهم الفرنسيين الفرنسيين يسمون الشعرة كانيكول هم يسمون اليوم الحار يقول أجغدوي كانيكول يعني اليوم أشد نوع الحار هم عندهم خروج الشعرة عندنا هي توافق عندهم خروج الشعرة تطلع عندهم فواكه ونباتات لأنهم أهل زراعة نفس الوقت الشنفرة صاب لامية العرب في معلقته أو هي أعظم من المعلقات حقيقة لامية العرب أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني لقو من سهل ولذلك يستمر في لامية العرب الشهيرة والذكرناها بخطى العرب وذكرنا ماكن الشنفرة ومكانه قبره في سلامان في منطقة الباحة شما يزعلون عليها الباحة يقولون أنت ما عمرك جيت عندنا والله جيت عندكم سواء الشنفرة سواء الثابت الفهمي تأبط شره وكلهم شعراء عظام يقول ثم يصف وصفه طبعا طويلة لامية تعرفونه يقول ويوم من الشعر يذوب لعابه أفاعيه على رمضائه تتململ يعني بعد أربعة أيام كما تقول يا دكتور خالد بعد أربعة أيام إن شاء الله شدة الحر صح ولا لا نعم ما اللي يسمى زدحة القيب زدحة يقولون يقول الشنفرة نعم يقول من شدة الحر إن لفاعي على الرمضة اطلع السم حقه وتعرفون إن لفاعي من ذوات الدم البارد أصلا هو حتى الصيف عنده برد لذلك لفاعي بعد أربعة أيام صح ولا لا يا خالد يكثر خروجا نعم صحيح وظنه موسم التزاوج نعم صحيح لأنه من ذوات الدم البارد لكن رغم من ذلك وهي من ذوات الدم البارد إلا إن خروج المرزم أو الشعر من شدة الحر هي تقذف نعم يذوب لعابه أفاعيه شوف شون التقديم على رمضاء هي تتململ وإذا الثعبان صارت تتململ على الرمضاء أجل حنا ويسير علينا لكنه علشان وش الفواكه يا دكتور اللي تطلع بإذن الله في خروج الشعرات هو تختلف من مكان إلى آخر الفواكه والمزروعات تختلف من مكان إلى آخر وكل مكان له زراعة معينة ومحصول معين لكن سنفصل عن الحر الذي سيكون في موسم المرزم كالتالي الحر يا دكتور ينقسم إلى ثلاث تقسام عندنا مربعانية القيض مدة أربعين يوم وعندنا جمرة القيض مدة ستة وعشرين يوم وعندنا زدحة القيض مدة ستة وعشرين يوم طبعا هذه مواسم الحرارة أربعين يوما هذه بداية الحرارة العرب شبهوا الحرارة بالنار عندنا النار تنقسم إلى ثلاث تقسام لهب وجامر ورومات اللهب هو أن يأتي تأتيك الحرارة من بعيد وهي في موسم مربعنية القيض لأنه الحر يأتينا مسورد من بلاد الهند فترتفع درجات الحرارة نتيجة للرياح المسوردة وعندنا جمرة القيض اللي هي شدة الحرارة اللي هي جمرة القيض الجوزة الأولى والجوزة الثانية ورسمية جمره لأنه فقلنا أنه شبهوا العرب الحرارة الصيف بالنار عبارة عن لهب وهي الرياح المسوردة التي تأتينا من خارج وعبارة عن جمر الجمر هي الحرارة اللي تجينا من نفسها البلد نفسه تلمس الماء حار تلمس الجدران حار هذه جمرة القيض وهذه يطوي العمر بالجوزة الأولى والجوزة الثانية إذا دخل علينا يا دكتور المرزم والكليبين يسمونها الزدحة وراء سميت الزدحة لأنه بعد الجمر يتولد عندنا رماد أهلنا الأولي لصار بالليل رمدت وصار الفاجر قالوا طلعوا الزدحة من تحت الرماد زين علشان نشب بضوا وسموا موسم المرزم وموسم الكليبين هذه تحت القيض إذا انتهت المرزم والكليبين ودخل علينا اسهيل خلاص انتهى الصيف فأول الصيف ظهور الثرية وآخر الصيف طلوع اسهيل طيب حنا يا دكتور خالد ما قلنا المشاهدين اننا هالحين بشعيب المستوي شمال بورمة بصفرها المستوي بالقصيم طيب الآن لطلع المرزم اللي هو الشعراء عند العرب وش الفواكه اللي تنضج فيه؟ قلنا كثير كل منطقة يا دكتور تختلف يعني عندنا هالحين عندنا فواكهات فاكهة العنب وعند لو لاحظنا هالحين الرمان توبادي لكن الرمان ما تظهر فاكهته إلا بعد المرزم يعني السواء وبعد المرزم لكن نجد الرمان حمسه بمناطق ثانية فكل منطقة من المناطق لها سمات ولها خصائص مختلفة عن المناطق الثانية طيب الآن لطلع المرزم هو أشد الحر؟ لا فيها الحرارة تنقسم إلى ثلاثة أجسام حرارة الجينة بموسم الجوزة وحرارة الجينة بموسم المرزم أقولك الحرارة تنقسم إلى ثلاثة أجسام حرارة الجينة بموسم الجوزة وحرارة الجينة بموسم المرزم وحرارة الجينة بموسم الكيبين اللي بالجوزة يسمونه صباغ اللون واللي بالمرزم يسمونه طباخ التمر واللي بالكليبين يسمونه جداد النخل بس ما تقول تقول وحدة لا ولا تستمر يا دكتور الحرارة ما تستمر تنغم على نغمة وحده تشد الحرارة وتخف وتشد وتخف ولذلك الناس عندهم يقولون وراحنا بالمربعانية أو جمرة القيضة أو زتحة القيض جانا اعتدال ونقول لو ابتلت الحرارة مرة وحده ماتت المزروعات أو متنحنة ولذلك الحرارة لا تعزف على نغمة وحده انما هي تتنقل بين وتر الى اخر طيب دكتور انت نحين ما شاء الله حماسك بالفلك زي حماسي بخطى العرب هي انا اقول انه ما شاء الله شفت واحد مثلي متحمس لليه دكتور خالد لما يسرع يسرع اثرا اللي يخلين سيدة تقول اتهبل واذا اثرا الحماس طيب حلن نبي الحماس واليجابي ودنا يعني نعدي فيها الاخرين نسوي عدوى يعني كلنا مجاله كلنا مجاله هذا سجيه يا دكتور ما يقدر واحد تصنعه لازم لغة الجسد هي التي تتحدث بس هو الانسان اذا حب عمله صار يتحمس كده يا دكتور خالله ساعة وازف بذات كسرت الجيه يشرح لنا مثل ما وقفت انت يا دكتور وعند الاثار وكده ترى انا متعلمين منك طيب نحن اقول ورا تنتشر هذه العدوى ان شاء الله ان شاء الله بجهودك ان شاء الله يدكتوا بجهود الاخرين ان شاء الله راح تنتشر طيب هو الان الكليبين يعتبر اخرى الحر اي نعم الكليبين وسهيل طبعا نهاية الصيف اسهيل طيب نبي نعلم المشاهدين الان وشلون يقولون من اول كانوا العرب يتباشرون يلا حنا حيب المستو يكون شوي يمر خشاش تمور خنفسانو يبلش ناس نيدي يهز الكبركي يركد دائما ما مرة تداب يركد الحين ليش العرب قديما كانوا يتباشرون بظهور اه اه الشي اسم اسهيل يقولون انه اللي بجنوب المملكة يشوفونه كان الركاب الركايب تطلع من وسط نجد للكويت للعراق يوطروا وطلع اسهيل يعني معاقل ليش ما يشوفونه هالي بالعراق والكويت ليش نشوفونه جنوب لانه يطلع بسرعة يا غاب لا تختلف ظهور اسهيل يختلف من منطقة الى ثانية ففي بعض المناطق تظهر اثار اسهيل تظهر اثار اسهيل قبل رؤيته وفي بعض المناطق هذا في جنوب المملكة وفي بعض المناطق تظهر اثار اسهيل مع رؤيتنا لسهيل هذا بالمنطقة الوسطى وفي المنطقة الشمالية اثار اسهيل على جنوب المملكة تظهر بعد رؤية اسهيل يناظرون اسهيل لم لهم شافوه جت اثار اسهيل المنطقة الوسطى تطلع اثار اسهيل مع رؤية اسهيل ورؤية اسهيل شفنا اسهيل جت اثاره المنطقة الشمالية تظهر اثار اسهيل بعد رؤية اسهيل فاثاره تظهر بعد رؤيته اثناء رؤيته قبل رؤيته وهكذا فلذلك انه يتباشرون بظهور اسهيل لاننا سكان صحراء لا بس في ناس يشوفونه وناس ما يشوفونه جنوب على اليمن ما يغيب عندهم يعني انت قلت اثاره اثاره بايش يعني هم يشوفونه بالعين المجردة ولا لا فيه مناطق يشاهدونه بالعين المجردة وفيه مناطق ما يشاهدونه لكن اثاره ممكن وش شي اثاره يعني اثارها او شي تهب علينا الرياحة الجنوبية الملطفة للجو المواشي تحس بالراحة تبدأ تدرى اللبن ايضا التمر ينزل يبرد اخر الليل كل هذه تسمى اثار اسهيل اثار اسهيل بعد من اول اهلنا ما يشاهدون اسهيل لكن يلاحظون اثاره بالسلوك الزراعي والسلوك الحشري يقولون ترى النجم الفلاني دخل وش دليلك ازعاق انه داخل يقول والله الحشرة هو الخنفسان اللي تمره يقول والله طلعت ولا تلمس التمر بالليل ولا تامن السيل ولا تامن السيل تصر تنا الحين الشعر سبحان الله يماني ويحار وسهيل اذا ما استهل يماني نعم والثري شمالية ولذلك يقول شاعر العرب ايا منكح الثري سهيلا عمرك الله كيف يلتقياني هي شامية اذا ما اطلت وسهيل اذا استهل يماني ويقول مالك ابن الريب فيا صاحبي رحلي دنى الموت فانزلا برابية اني مقيم لياليا اقيم علي اليوم او بعض ليلة ويقول فيقول فينه يقر بعين ان سهيل بداليا يقول ارفعون لانه مقروس مطايح كده وانا جبتها بخطاء العرب يقول ارفعون ارفعا مننا يقول يقول سذا ارفعون يقول فانه يقر بعيني ان سهيلا بداليا يا الله لانه لان مالك ابن الريب رحمه الله مات في مرو ويبدو انه ما يشوف سبحان الله سهيل وكانه مالك ابن الريب كان في منطقة نجد في القصيم بل مخنق بل مخنق وكان الله يرحمه يعني المشاغبات حقته كانت بل مخنق فيقول ارفعون فانه يقر بعيني لانه كانوا يستبشرون ايش بسهيل فانه يقر بعيني شوف لحظة موت والثعبان لا دغته فكر بسهيل فانه يقر بعيني يا الله وش مطلع قصيدتها ألا ليت شعي هل أبيتن ليلة بجنب الغضاء أزل القلاص النواجية فليت الغضاء ما شرك هذا ليالي وليت الغضاء لم يقضع الركبة وليت الغضاء ما شكل كيف يعني الله أكبر أقول أقول لأصحاب ارفعوني فإنه يقر بعيني أن سهيلا بداليا طيب ورما تعلمنا نفتح مدرسة وتعلمنا بالكوبة والمفلاك والزود اليوم طلعنا احنا بالمستوي احنا عبد الرحمن السنيدي وعبد الله العبداللطيف وعيسى المطرودي ودكتور خالد وشرح لنا عن القبة السماوية سبحان الله آيات عظيمة وعلمنا عن دربة تبان ونجوم علم قائم فأنا أقول دكتور خالد يليت هذا العلم تعلمناه والله يومنا بالابتدائي وبالمتوسط ليش لا حنا العرب أهل النجوم الله يقول القرآن وعلامات وبالنجم هم يهتدون حنا أرضنا واضحة ما يتغطيها عشب سمائنا ما تغطيها الغيوم فكنا نرى النجوم وأهلنا والعرب مرتبطين معرفة النجوم والعلامات لكن لأسف ما حد درسنا إياه علم الفلك هو القنطرة التي توصلنا إلى الله سبحانه وتعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ترجمة نانسي قنقر